اعتقل واصيب عشرات الفلسطينيين جراء مواجهات اندلعت مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية يأتي هذا فيما اعلنت الامم المتحدة توقف اعادة اعمار المساكن التي دمرتها الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطع غزة نتيجة القيود الاسرائيلية المفروضة على القطع اعلن مكتب الامم المتحدة لتنصيق شؤون الانسانية ان اعادة اعمار المساكن التي دمرتها الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطع غزة توقفت جراء منع سلطات الاحتلال ادخال الاسمنت الى القطع منذ نحو شهر واوضح المكتب في بيان اصدره ان الامم المتحدة اضطرت الى وقف المساعدة لاعادة اعمار اكثر من الف مسكن في قطع غزة بسبب نقص مواد البناء وكانت سلطات الاحتلال قد اوقفت في الثالث من ابريل الجاري ادخال الاسمنت لصالح المشاريع الخاصة باعادة اعمار اكثر من الف مسكن في قطع غزة بدعوا استخدامه من قبل حركة حماس في تشييد تحصينات عسكرية وهو ما نفته الحركة وتواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي للاسبوع الثاني على التوالي منع خروج المواطنين من قطع غزة الى القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الاقصى عبر معبر بيت حنون شمال القطع بالسبب الاعياد اليهودية وفي مدينة القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال عشرات المقدسيين فور خروجهم من المسجد الاقصى وحاولتهم الى مركز شرطة للتحقيق معهم بشبهة القاء الحجارة باتجاه القوات الاسرائيلية في الاقصى وادى العشرات من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك وبعد انتهاء الصلاة جرت اشتباكات بين قوات الاحتلال المتمركزة عند باب المغاربة والشبان الغاضبين على انتهاك حرمة المسجد الاقصى خلال عيد الفسح اليهودية بعد السماح لأكثر من الف مستوطن باقتحامه وتدنيسه كما قمعت قوات الاحتلال مسيرات فلسطينية مناهضة للجدار والاستيطان في مدن رمالة وقلقلية شمال القدس بالعيارات المعدنية والرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما ادى لاصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين